قفزت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية اليوم الاثنين ليلامس البرميل 140 دولاراً مقترباً من أرقام أزمة المال الكبرى في 2008 وبحلول الساعة الخامسة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت غريليش قفزت أسعار العقود الأجلة لخام برينت تسليم مايل 2022 بنسبة 10% إلى 129.75 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ جوان 2008 بعد ارتفاعها بنحو 7% في جلسة الجمعة الرابع من مارس كما صعدت العقول الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيل تسليم أفريل نحو 9% إلى 126 دولاراً للبرميل بعد أن كسبت 7.4% في الجلسة السابقة وكان الخام الأمريكي قد ارتفع في الدقائق القليلة الأولى من التداول إلى 130.50 دولاراً قبل أن يقلص مكاسبه وبذلك تصل مكاسب النفط منذ بداية العام الحالي بأكثر من 67% لكل منهما متجاوزة ما حققته في عام 2021 بالكامل بأكثر من 50% وتقربه من أعلى مكاسب سنوية في 1999 ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كشفت الولايات المتحدة أنها تناقش فرض حضر على استيراد النفط من روسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ما أثار مخاوف من حدود أزمة قاسية في الامدادات ترجمة نانسي قنقر